أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند النهاردة معايا مجموعة من الأخبار والعناوين المهمة جدا اللي بتأكيد بتهم جمهور النادي الأهلي في كل مكان أول حاجة معايا وهو أبرز خبر في هذه اللحظات وبالتأكيد جماهير النادي الأهلي وتحديدا في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بتنتظر آخر الأخبار وآخر الكواليس المتعلقة بكأس العالم للأندية اللي مقرر إقامتها إن شاء الله في أوائل العام القادم عشرين اتنين وعشرين تحدد رسميا يوم الاثنين تسعة وعشرين نوفمبر الساعة السادسة بتوقيت القاهرة موعدا لإجراء مراسم أرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ بسويسرا هذا هو الموعد الرسمي والمؤكد بعد الاتصال بالاتحادات القرية المختلفة من خلال مشاركة أنديتها في هذه البطولة اللي هتقام إن شاء الله في أبو ظبي مطلع العام القادم يوم الاثنين تسعة وعشرين نوفمبر الساعة ستة بتوقيت القاهرة هنتعرف من خلال هذه القرعة من الفريق اللي يواجه الأهلية بطل إفريقيا في أول مباريات كأس العالم للأندية إن شاء الله يمكن حتى هذه اللحظة كلنا عارفين أن كأس العالم للأندية بيشارك فيه سبعة أندية بالنظام الأديم اللي لسه مستمر حتى هذه اللحظة طبعا تأهل حتى الآن بنتكلم في حدود حوالي خمس أندية تم تأكيد مشاركتهم في البطولة وتأهلوا بشكل رسمي النادي الأهلي وبطل إفريقيا، تشيلس الإنجليزي بطل أوروبا الجزيرة الإماراتي مستضيف البطولة وبطل الدوري الإماراتي منتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف أوكلاند سيتي بطل أوكيانوسيا وما زال هناك بالتأكيد فريقين هيتحددوا خلال الأيام القليلة القادمة يوم 23 نوفمبر هنتعرف على ممثل أسيا في كأس العالم للأندية الفائز مبيني الهلال السعودي مع يوهانج بطل كوريا الجنوبية ويوم 27 نوفمبر ذكرى القاضية وفوز الأهلي بالبطلة الإفريقية في نفس اليوم ده هيتحدد بطل كوبا لبرتادوريس المباراة هتقام بين فلمينجو البرازيلي مع بالمراس البرازيلي ودي بالتأكيد المباراتين هيتحدد من خلالهم الفرقتين اللي هيكونوا مع الخمسة فرقة الأخرى في كأس العالم للأندية وبالتأكيد مستنين بأن نشوف أول مباراة للأهلي إن شاء الله هتكون مع مين هل ممكن نلعب مع بطل أسيا غالبا ممكن يكون الهلال السعودي هو الأبرز فريق برازيلي بالتأكيد هيكون هو عود شيلس الإنجليزي في مرحلة البلاي أوف ابتداء من الدور الثالث لسه نشوف الجزيرة الإماراتي هو المصدفة يلعب بالتأكيد أول مباراة مباراة الفتاحية ممكن يكون غالبا مع أوكلاند سيتي كل ده هنتعرف عليه يوم 29 نوفمبر الساعة 6 بتوقيت القاهرة موعد قرعة كأس العالم للأندية آخر حاجة بخصوص هذا الموضوع الناس عايزة تعرف توقيت البطولة إمتى معلومة رسمية واختار رسمي حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اختار رسمي ولكن هناك اتصالات حتى هذه اللحظة اللي بكلمكم فيها إن البطولة تتلعب في الفترة من 1 إلى 15 فبراير من بداية العام القادم طبعا هذا الموعد بالنسبة لمشاركة الأهلي في البطولة عايبا فيها أزمة لأن كأس الأمم الإفريقية كلنا عارفين إن آخر موعد للبطولة يوم 6 فبراير والاتحاد الإفريقي خلال الشهر الماضي أجرى اتصالات عديدة مع الاتحاد الدولي يعني سعيا إن على الأقل لأول مباراة لأهلي كدوري أبطال إفريقيا أو بطل إفريقيا في هذه البطولة يبدأ بعد يوم 6 فبراير ده يتحدد خلال الإسبوع القادم أو العشر تيام القادمة لكن الفيفا الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا لن يعلن أي موعد بخصوص موعد المباريات إلا يوم القرعة يوم 29 نوفمبر هنتعرف الفرق اللي هتواجه بهضاء وهنتعرف بشكل رسمي توقيت البطولة بشكل رسمي هل من 1 لـ 15؟ ولا ممكن يتم تحريك البداية خاصة كمان تشيلسي لارتباطات في دوري أبطال أوروبا بعد 15 فبراير فعشان كده الفيفا عايز يلعب في النص الأول من شهر فبراير ده أبرز خبر كان مهم أبدأ بيه ترند ترند وده خاص لكل جماهيري النادي الأهلي موعد أرعة كأس العالم للأندية إن شاء الله نهاية هذا الشهر 29 نوفمبر الساعة 6 بتوقيت القاهرة